النهاردة بعث وفد سفينة قارب السلام رسالة لدول العالم من ساحة مصر في محافظة بورسعيد تحمل عنوان أوقفه الحرب وده كان بحضور الكاتب الصحفي خالد البلش نقيد الصحفيين وعدد من الصحفيين والإعلامين سفينة السلام بتنفذ أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب بتجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهدفها التنمية مستدامة وهي تابعة للأمم المتحدة حمل وفد قارب السلام لفتات بتندد بالحرب على فلسطين وهتف بعبارات أوقفوا الحرب أوقفوا قتل الأطفال أوقفوا إطلاق النار ووضعت سفينة قارب السلام رسالة على متنها وهي أوقفوا قتل غزة وذلك باللغة الإنجليزية في رسالة منهم لوقف الاعتداء الصهيوني على الفلسطينيين